ما رأيت دكتور غالب في وجهة النظر التي ترى أن الرؤية الفرنسية أو وجهة النظر الفرنسية الحكومية الآن تتغير وتتبدل وتتباين عن ما كنا نراه في الصابق من وجهة نظر فرنسا في دعمها للقضية الفلسطينية وفي حل الدولتين وفي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الآن فرنسا تدعم إسرائيل بشكل كبير وربما يذهب البعض إلى أن المزاج العام للمواطن الفرنسي أصبح مهووسا بالإسلاموفوبيا ممكن وبالتالي هذا المزاج غير من المواقف سواء للحكومات أو للشعوب تجاه ما يحدث في فلسطين حتى بات تبرير الوحشية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني إلى ما لا يمكن وصفه أبدا بين قوسين برد الفعل هناك نقطة ثانية في سؤالك أستاذ داليا النقطة الأولى كانت السياسة الفرنسية للحكومات المتتالية ولرأساء الجمهورية المتتاليين توصف بأنها تعتبر كسياسة متزنة وتطلب بحل الدولتين أما الآن هناك من يقول أن هذه السياسة قد مالت كل الميل وخاصة بعد يوم السبت 7 أكتوبر على أن لأسرائيل حق الرد والدفاع عن نفسها ولكن شيئا فشيئا بعد فضاعة ما يجري الآن صار للرئيس ماكرون تصريحات وخاصة على البي بي سي الذي يطلب ويطالب بوقف إطلاق النار والرجوع إلى الشرعية الدولية وحل الدولتين وهذا مطروح لحد الآن والديبلوماسية الفرنسية تسعى لذلك أما فيما يخص الشطر الثاني لسؤالك الوجيه هي قضية الإسلاموفوبية أصلا الإسلاموفوبية هي الخوف من الإسلام وأيضا هي شعور أو مشاعر الشحناء والضغينة والكراهية التي يكونها البعض للمسلمين والإسلام أو كل ما هو إسلام بصفة عامة الغريب في الأمر أن المصطلح غير معترف به رسميا في فرنسا أو حتى في الاتحاد الأوروبي بخلاف ما هناك معترف به من وراء المحيط الأطلسي أن في أمريكا وفي كندا وفي شمال أمريكا معترف بمصطلح الإسلاموفوبية وحتى الأمم المتحدة تعترف به حيث أن هناك يوم هو يوم 15 مارس كيوم دولي لمكافحة الإسلاموفوبية حقيقة الشريحة الإسلامية من المجتمع الفرنسي تعاني الأمرين من مظاهر الكراهية وحتى في بعض الأحيان العدوان الجسدي نهيك عن كل المظاهر التي تتعلق بنيل من كرامة المسلمين أو حتى من دور العبادة أو كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر